السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الأعزاء إليكم تفاصيل أخبار الآن تمكنت عن أسر المصلحة الولائية لاشتبطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع نظرتها بمدينة تطوان على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المدرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال يومه الاثنين سبع نوانفير الجاري من توقيف فتاة قاسر تبلغ من العمر 17 سنة وذلك للاجتباه في تورطها بابتكاب جريمة الضرب والجرح بالسعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت التي ذهب ضحيتها طالب يبلغ من العمر 20 سنة وكانت مصالح الشرطة القضائية بطنجة مدومة بتقني مصرح الجريمة باشرت يوم السبت 5 نوانبر الجاري إجراءات معاينة جثة الهالك التي عثر عليها بمنزل يقطنه بمفردي مدينة طنجة وهي تحمل عدة طعنات بأطرافه العليا يشتبه في كونها ناجمة عن اعتداء بأداة حادة وحسب بلاغ للمدرية العامة للأمن الوطني توصلت إسبريس بنسخة منه فقد مكنت الأبحاث والتحرية الميدانية الدقيقة التي باشرتها الفرق الأمنية من توقيف المشتبه بها الرئيسية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي تعكف حاليا إجراءات البحث القضائي على تحديد أسبابها ودوافعها كما مكنت أيضا من توقيف أحد أفراد عائلتها الذي يشتبه في تورطه ترجمة نانسي قنقر